أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم أعزائنا المشاهدين المتابعين معانا على القناة وكمان أهلا بكم أعزائنا المشاهدين اللي لسه بيشوفونا الأول مرة ونقول الجميع أهلا وسهلا بكم معانا على القناة وأسعد الله منامكم إن شاء الله في لقاءنا النهاردة مع بعض هتكلم عن تفسير رؤية جديدة من الرؤى وهيكون معانا في لقاء النهاردة تفسير رؤية إن أي حد يشوف في المنام إنه كان فاقد الزاكرة ورجعت الزاكرة تاني ليه في نفس الرؤية في المنام بس أهم نقطتين في لقاء النهاردة ده إن الرائي من أول الرؤية يشوف إنه فاقد الزاكرة يعني ما يكونش يشاف نفسه إنه هو فاقد الزاكرة جوه المنام لا من أول المنام أو من أول الرؤية هو فاقد الزاكرة وكمان لازم يشوف في نفس الرؤية إن الذاكرة رجعت تاني ليه وبالتاني نشوف مع بعض أول رؤية وهي إن أي حد يشوف رؤية في المنام إنه فاقد الزاكرة ورجعت ليه فدي دلالة للرائي إنه كان بعيد شوية عن قراءة القرآن الكريم وانشغل مع الدنيا واللي فيها سواء بقى كان في العمل أو في اللهو أو حتى من قتر همومه ولكن الرؤية برضو دلالة للرائي إنه إن شاء الله سبحانه وتعالى هيرجع تاني ويقرأ القرآن الكريم في حياته الواقعية وذي ما رجعت ليه الذاكرة في الرؤية هيرجع هو في الواقع لقراءة القرآن الكريم والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله منامكم طيب وكمان إن كان الرائي في الحقيقة حياته كلها مليانة بالأحداث السيئة والهموم والمشاكل وبيمر بأقهر الظروف اللي ممكن تقابله في حياته وشاف رؤية في المنام إنه فاقد الذاكرة ورجعت تاني ليه وكان فرحان وكان سعيد وكان مبتسم ومش فاكر أي حاجة من اللي فات بس فاكر كل اللي حواليه والناس اللي حواليه فدي دلالة للرائي على زوال كل اللي فات في حياته من هموم ومصاعب ومشاكل وزوال الظروف القهرية اللي كان بيمر بيها وإنه سيبدأ حياة جديدة ومشرقة خالية من الأمور الصعبة طيب وإن أي حد شاف رؤية في المنام إنه فاقد الذاكرة وشاف حد تاني عمالي فكره بأمور وأشياء ممكن ترجع عليه زاكرته تاني فدي دلالة للرائي إن المشكلة اللي انت فيها في حد حيساعدك ويطلعك منها والله سبحانه وتعالى قدره وأعلم وأسعد الله دائما منامكم طيب وكمان اللي يشوف رؤية في المنام إنه فاقد الذاكرة ورجعت ليه تاني فدي دلالة للرائي على إن فقط فرصة عمل كان بيتمناها من زمان أو فرصة سفر كان بيحلم بيها وإن الله سبحانه وتعالى هيعوضه إن شاء الله بفرصة تانية وإن شاء الله سبحانه وتعالى هتكون الفرصة دي سواء فرصة العمل أو فرصة السفر هتكون أحسن من اللي ضاعت منه سواء في العمل أو السفر أو في أمر تاني هو كان بيتمناها وكمان اللي يشوف رؤية في المنام انه كان فاقد الذاكرة ورجع التاني اليه فتيه دلالة للرأي انه في حالة احباط شديدة جدا وحالة يأس شديدة جدا ولكن الله سبحانه وتعالى هيبعت ليه الامل من جديد وهيخرجه من احساسه بالفشل ويبدأ يتحرك ويشتغل من اول وجديد وكمان ان شاء الله سبحانه وتعالى هيحقق النجاح والتوفيق والله سبحانه وتعالى قدره واعلم واسعد الله دائما منامكم ونقول كمان ان اي حد يشوف رؤية في المنام انه كان فاقد الذاكرة ورجعت ليه من تاني فديه دلالة للرأي انه في الفترة اللي فاتت كان عمال يسمع اخبار سيئة ومش حلوة كل يوم وكل شوية ولكن جات له الرؤية دي علشان تبشره ان الايام اللي جاية كلها هيسمع فيها اخبار سعيدة واخبار جميلة هتنسيه كل الايام اللي فاتت باخبارها المحزنة واخبارها السيئة ونقول كمان برضو ان رؤية فقدان الذاكرة في المنام وعودتها للرأي فديه دلالة ليه انه كان فيه في حياته اللي فاتت كلها كان عايش بدون نظام وعايش بدون ترتيب لا في اسلوب عمله ولا في حياته الاسرية ولا حتى في نظام نومه وكانت حياته كلها مشتتة وان الايام المقبلة ان شاء الله سبحانه وتعالى هيبدأ بتنظيم حياته بين عمله وبين اسرته وبين كل شيء وراحته وهدوء اعصابه هترجع له تاني والتركيز هيرجع له تاني من بعد ما كان عايش في الحياة بعشوائية والله سبحانه وتعالى قدره واعلم واسعد الله دائما منامكم طيب هنقول هنا بقى هنتكلم عن الفتاة العزباء بس اللي كانت مخطوبة ونقول ان الفتاة اللي كانت مخطوبة وفسخت خطوبتها وشافت رؤية في المنام انها كانت فقدة الذاكرة ورجع التاني ليها فدي دلالة ليها ان ان شاء الله سبحانه وتعالى ربنا هيرزقها بعريس تاني وكمان هيكون احسن من الاولاني طيب ونقولنا ان نفس الرؤية دي اللي فاتت وان الفتاة شافت ان خطبها الاولاني هو اللي بيحاول يفكرها ويرجع ليها الذاكرة من اول وجديد والذاكرة رجعت ليها فعلا فدي دلالة ليها ان ان شاء الله سبحانه وتعالى هترجع لخطبها الاولاني وان شاء الله هيتصلحه والامور هتصير بينهم احسن من الفترة اللي فاتت ونرجع برضو نقول ان الفتاة العزباء ان شافت رؤية في المنام انها فقدة الذاكرة وشافت شاب جميل ووسيم هو اللي كان بيفكرها ويرجع ليها الذاكرة ورجعت ليها الذاكرة بالفعل فدي دلالة ليها ان ان شاء الله سبحانه وتعالى في الفترة المقبلة فيه عريس هيتقدم ليها وان شاء الله هيكون من نصبها وهتنسى كل الايام اللي فاتت في حياة العزبية بمشاكلها وباحزنها وهتعيش ايام مفرحة ومبهجة مع الشاب اللي هيتقدم ليها والله سبحانه وتعالى قدرى واعلم واسعد الله دائما منامكم ونقول كمان ان المرأة المطلقة ان شافت رؤية في المنام انها كانت فقدة الذاكرة ورجعت تاني ليها بس من غير ما حد يساعدها في رجوع الذاكرة فدي دلالة ليها بعدم رجوعها الى طالقها ولا كمان هتتجوز من اي رجل اخر وانها هتفضل تعيش كده وهتحس ان الحياة لوحدها اسعد واجمل ليها من الاول ولا تفكير في الزواج مرة اخرى اما ان شافت المرأة المطلقة ان طالقها هو اللي رجع ليها الزاكرة وافتكرت ورجعت ليها الزاكرة فدي دلالة ليها على رجوعها لطالقها مرة اخرى وبرضو نقول ان المرأة المطلقة ان شافت ان اي رجل اخر هو اللي بيحاول يرجع ليها الزاكرة ورجعت ليها الزاكرة في الرؤية في المنام فدي دلالة ليها على زواجها من رجل اخر هتعيش معها حياة افضل من الحياة السابقة وهي كانت متزوجة من طلقها والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله دائما منامكم وتمام كده أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته